مع بداية شهر رمضان المبارك سيكون العالم وللأسف شديد على موعد مأساوي بسبب كارثة إنسانية أو طبيعية والموت يحصر ألاف الأرواح من الأبرياء وذلك خلال المرحلة القادمة كارثة إنسانية أو طبيعية تحصد ألاف الأرواح هل هو فيروس؟ هل هو؟ معقول لك أن الفيروس جديد مثلاً وفيروس جديد؟ نرى هل هو شيء بين العالم معقول لك أن حرب مثلاً بين بعضهم هاي الكارثة الإنسانية أو طبيعية ما عن بعض بس رح نشوفها على كل شاشات التلفزي للأسف الشديد رجل تتعرض أحد الولايات الأمريكية الكبيرة والمشهورة إلى زلزال كبير ومدمر وسيكون شديد الكوة والخطورة وقد تفوق أوتو تتخطص سبع درجات وما فوق والمأساة ستكون في عدد الضحايا في عدد الضحايا الكبير من الناس مما يجعل أمريكا في حال الظهول وحداد وتنكيس الأعلام الأمريكية وسوف تتأثر ولاية أمريكينية تانية بهذا الزلزال والتعرض لكارثة مخيفة وتصبح ولاية منكوبة إن شاء الله يا رب ما يصير إلا الخير وألا لا يضر حدا بس أنا هذا اللي شايفته رجب تشهد بعض الدول الأوروبا للأسف الشديد أحداثا دموية ومؤسفة وذلك بسبب موجة جديدة من عملية الإرهاب ترجمة نانسي قنقر